للاقتراب أكثر من الواقع الميدانية في أوكرانيا وتحديدا من العاصمة كييف معنا الآن الزميل محمد الزاوي محمد تحياتي لك في البداية آخر الأوضاع الميدانية لديك تفضل نعم تحياتي آية في الحقيقة تطورات متسارعة على الجبهتين الشرقية والجنوبية من أوكرانيا في ظل مواصلة روسيا حشد قواتها بشكل مستمع وفق تأكيد الرئيس الأوكراني على تلك الجبهات في آخر التدورات الميدانية اليوم مواقع حرف الحدود الأوكراني في منطقة لوانسك تعرضت للهزوم باستخدام بائرات مستيلة من نوع كاميكا وكان حاكم المنطقة منطقة لوانسك أكد أن القصر الروسي لا يتوقف خاصة خلال الفترة الصباحية بينما هناك قتال ومعارك في عدد من البلدات والمدن المجاورة إلى ذلك أعلن أيضا مكتب المدعي العام الأوكراني عن مقتل شخص وإثابة آخرين في قصر روسي تعرضت له كاسحة الجليد الوحيدة تقريبا في أوكرانيا بميناء ماريوكول ماريوكول مازالت تخوض بها القوات الأوكرانية المحاصرة من مختلف الجبهات معارك طاحنة ضد القوات الروسية المدعومة طبعا بالمقاتلين الانتصاليين وششنين طيب محمد يمكن بعد عدد من الصور التي تم بثها من قبل مدينة بوتشا وحتى إيربن الواقع في شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييفا والآن بعد هذا القصف لمحطة القطار طبعا التي كانت في كراماتورسك كيف هو الحال الآن في أوكرانيا وعلى ماذا يعوّل الرئيس الأوكراني بعد كل هذه الأمور نعم إعادة اكتيشان في الحقيقة 14 ببكتة جديدة في منطقة بوتشا ليرفع عدد القتلى هناك بشكل كبير بالنسبة لمنطقة كراماتورسك يقال أنه ارتفع عدد القتلى إلى 2.5 شخصا شخصا أكثر من 100 مصاب طبعا تعول أوكرانيا بشكل أساسي على الدعم الغريب وعلى مشاركة منظمات دولية في تحقيق في هذه المجازر سياسيا كان اليوم مهم جدا بالنسبة للجانب الأوكراني مع وصول شخصيتين مهمتين لكن الغرب الولايات المتحدة محمد يقول بأن الجانب الروسي هو المسؤول عن هذا القصف وهذا الهجوم لكن طبعا روسيا تنفي هذا الأمر وتتهم الجانب الأوكراني بمسؤولاته عن هذا الهجوم نعم هي الاتهامات تبقى متبادلة هي تحقيق فيها فقط بخصوص هذه العملية ولكن في مختلف الأمور السيئة التي تحدث لنا هذه الحرب هنا في بوتشا بضواحي كيف أو في مناطق أخرى تعرض فيها البسيط في عملية القتلى طبعا الآن من الضروري كما يقول الخبراء ربما أنه ضرورة دخول منظمات دولية لها سمعة في الحيادية من أجل التحقيق في هذه المجازل لحد الساعة ما نفسه الآن هو إعلان الاتحاد الأوروبي دعمه ومشاركته لأوكرانيا في هذه المجازل أو بطاقم تقني وفني من الخبراء الذين سيشاركون وبعيدا عن الاتحاد الأوروبي أيضا الزاوي ماذا عن لقاء بوري جونسون بالرئيس بلودامير زلانسكي هل لديك تفاصيل بخصوص هذا اللقاء تحديدا وما يطرح على طاولة المفاوضات الثنائية بخصوص الدعم الإنجليزي لأوكرانيا في هذا التوقيت؟ نعم في الحقيقة تعتبر بريطانيا من أكبر الدول الدائمة لأوكرانيا خلال هذه الحرب وكان لها دور كبير في مسألة العقوبات وفي مسألة إطناع شركاء أوكرانيا الدوليين بضرورة دعم كيز الأسلحة وفي المال لمواجهة روسيا في هذه الحرب الزيارة طبعا تأتي في وقت مهم وفي مكان مهم باعتبار أنه كيز الآن تحديد زيارتها للقادة والرؤساء لكن هذه الزيارة تأتي لتعبر عن دعم بريطاني كبير لأوكرانيا حدث ساعة لم يصبح الجانب الأوكراني عن ما خرج به هذا اللقاء بين بوريش جانسون ورئيس الأوكراني لكن من المتوقع أن تتلاقى ولكن هل يتم التعويل عليها بشكل كبير أو بشكل جذري ومختلف ربما تجد فيها أوكرانيا حلول كبيرة من قبل بريطانيا أم أنها مجرد مساعدات معتادة بالنسبة لأوكرانيا خاصة أن أوكرانيا دائما ترى بأن هناك وجه تقصير من قبل الغرب في الدعم لها في الحقيقة آية هو يعني إذا أخذنا بعض الغربات غير الرسمية لهذه الزيارة فهي ترى زيارة عادية يعني من ناحية الرمضية هي تعبير عن دعم بريطانيا لأنه حتى صبيحة اليوم ليس فقط الرئيس الوزراء البريطاني ولكن حتى المستشار النمساوي وصل اليوم إلى العاطي مكيب وكانت له مباحثات مع الرئيس الأوكراني وكذلك الرئيس الوزراء زيارة بولون جونسون أيضا تدخل في هذا الإطار ربما ربما تكون هناك أمور قد تخرج فيها في مجال الدعم الغربي والدعم البريطاني للأساس لأوكرانيا ربما تكون أمور سرية لكن وفق القراءات التي خرجت لحد الساعة لا تعول الكثير ربعا ما ينتظر هو البدء فقط بأوكرانيا بالأسلحة وكذلك بتجديد العقوبات على موضوع طيب محمد يمكن تطورات بلدة بوتشا تدفع الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة على تضييق الخناء إذا أمكن القول على الجانب الروسي بعض عرض هذه الصور التي تحمل مجازر من مدينة بوتشا وحتى مدينة أربن وهذا يمكن يدفع الدول الأوروبية إلى فرض مزيد من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية طبعا على الجانب الروسي وبالتالي سيؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الروسي كيف يقرأ فلاديمير رزينسكي الرئيس الأوكراني كل هذه الأمور وهل يعتمد بشدة على وقوف الغرب بلايات المتحدة إلى جانب الأوكراني طبعا هو من ناحية العقوبات وإن كانت مستواها ربما لا يرضي الجانب الأوكراني في الوقت الحالي إلا أنها مهمة وطبعا ردت فعل الغرب بالمقارنة مع ما حدث في 2014 لما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت الحراك الانتصالي في مناطق الدنباس أمر مختلف جدا يلاحظ بأن هناك فعليا دعم من خلال عقوبات كبيرة جدا رغم أن هذه العقوبات يرى فيها الجانب الأوكراني بأن مستواها لن يوقف ما يصفه بالعدوان الروسي على أوكرانيا ويرى بضرورة وقف كل التعامل التجاري خاصة عند دول الاتحاد الأوروبي فيما تعلق بقضية النفط والغاز مع روسيا التي ستكون ضربة موجعة بالنسبة لهم لكن رغم ذلك رغم كل النقائص ورغم كل خيبة الأمل التي كانت في البداية فهناك ترحيب أوكراني في كل مرة بأي مستوى من العقوبات ويدعو إلى المزيد والمزيد منها لتغيير ربما السيناريو الجوسي بخصوص أوكرانيا اشتركوا في القناة